بعد عودة البعثة خلييني أكلمكم على مطشاط الأهلي في الفترة اللي جاي طبعاً الأهلي والبداي يوم الثلاث اللي جاي يوم سبعة واشرية واثنين هتلعب مباراة في ساد القاهرة الساعة سبعة بعدها على طول هيكون عندنا ينجي أفريكنز أيضاً في القاهرة يوم الجمعة واحد مارس نأخر جولة في جولات المجموعات وهنا أكد على النقطة إن شاء الله بإذن الله بعد ما تحسم بكرة هنتكلم في ده بشكل مفصل يعني هقول لكم مين الفرق اللي بالفعل تأهلت قبل نهاية الجولة الخامسة ومين الفرق اللي لسه عندها حظوظ في المنافسة قبل نهاية الجولة السادسة لأنه بكرة تخلص الجولة الخامسة على مستوى دوري أبطال أفريقي حلقة بكرة هقولك مين الفرق التمانية اللي هيوصله لدور التمانية ويتخطوا دور المجموعات قصة الأهلي هلعب مين ملهاش علاقة خالص بترتيب المجموعات الباقي يعني إحنا في المجموعة الرابعة مش بالضرور إن إحنا نلعب تاني المجموعة الثالثة أو حتى تاني المجموعة الثانية أو تاني المجموعة الأولى دor لو تصدرنا المجموعة يعني دorке الأهلي خلصت المشوار في صدرة مجموعة القصة إنه بعد ما تنتهي الجولة السادسة ويتم الاستقرار على الفريقين المتقاهلين عن كل مجموعة هيتم إجراء قرعة من قبل التحدي الأفريقي يتحدد على أساسها مين أول هيواجه مين تاني يعني الأهلي ساعتها لو صدرت المجموع هيتعمل قرعة هيتطلع له من نصيبه واحد من أي أربع تواني في باقي المجموعات فبالتالي الموضوع ملوش علاقة بمواجهات مباشرة مش متحددة من دلوقتي المواجهة بتاعت الأهلي إن شاء الله إذا وصلنا لدول التمانية هتتحدد بناءا على القرعة اللي هيجريها اتحاد الأفريقي بعد مباراة يانج أفريكنس اللي هتتلعب يوم الجمعة واحد يوم الجمعة تمانية بعدها من الأسبوع هيبع عندنا إن شاء الله لقاء القمة بين الأهلي والزمالك نهاية كاس مصر المباراة هتتلعاب إن شاء الله في السعودية نرجع بعدها هيكون عندنا الجولة الـ 15 موقمتش البلدات اللي هنعبوه يوم الثلاثة مؤجل من الجولة الخمسة يوم الثلاثة اتناشر مارس بعد ما نرجع من السعودية إن شاء الله بإذن الله هيكون عندنا مباراة البنك الأهلي في الدوري يوم الثلاثة اتناشر مارس رمضان هيكون دخل كل سنة و انتطائبين في السادة القاهرة ثم الجولة الستاشر من الدوري الأهلي وإمبي يوم الجمعة خمستاشر مارس تسعة ونص برضو في السادة القاهرة إن شاء الله بإذن الله بعد تأهل الأهلي رسميا لدور التمانية في دوري الأبطال هيبقى ذهاب دور التمانية في دوري أبطال إفريقيا ما بين تسعة وعشرين تلاتين أو واحد وثلاثين مارس والإياب هيكون ما بين خمسة أو سبعة خمسة أو ستة أو سبعة إبريل إن شاء الله بإذن الله مباراة العودة في ربع النهائي أو في دوري الأبطال